حول الموضوع عندنا من بغداد مباشرة عبر الأقمار الصناعية دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية دكتور واثق مساء الخير أهلا بك معنا تقدم سريع وانتصارات في الساعات الأولى فقط من انطلاق عملية تحرير الحويجة أخر المعلومات التي وصلتكم عن سين المعارك على الأرض وإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المعركة مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام العراق بقتل أربع مناطق الحويجة في كركوك عانا وراوة والقائم في الرمادي في هذا اليوم قبل قليل تم تحرير عانا وبقت لدينا راوة والقائم الحويجة منطقة استراتيجية مهمة أغلب من هرب من تنظيم داعش من منطقة الشرقات والموصل الضفة اليسرى ذابوا باتجاه الحويجة لذلك التنظيم يراهن على معركة كبيرة في هذا الأمر لكن تبدو تباشير الانتصارات أنه في اليوم الأول لانطلاق المعركة تم تحرير 33 قرية في تقريركم تحدثتم عن داعش قرية لكن هناك بيان قبل قليل الصدر من العمليات المشتركة يتحدث أن الصفحة اليكتملت بتحرير 33 قرية وربما تبدأ الصفحة الثانية يوم غد فضلا عن أيضا كان هناك ترتيب لأن تنطلق المعارك بآن واحد أنا لا أستبعد عن معركة راوة ستنطلق أيضا يوم غد 33 قرية إذن تم تحريرها في ساعة أولى فقط من انطلاق المعركة طبيعة المنطقة جغرافيا دكتور واثق موقعها أيضا كيف سيؤثر في سل المعارك هل من منافذ يمكن لداعش أن يسلكها أن يفر منها أم هي تعتبر محاصرة والمنطقة وداعش محاصرون بشكل كامل بالداخل المنطقة تتميز بالإنبساط قد تميل إلى أن تكون فيها بعض الهضاب البسيطة لكن استراتيجية العسكري العراقي التي طبقت في تلعبر أيضا طبقت في منطقة الحويجة التطويق من فترة طويلة من كل التجاهات 360 درجة وتعتبر ساقطة عسكريا منع وجود مرور طرق الإمدادات المواد اللوجستية الأسلحة المتطوعين وبالتالي أنا أعتقد هناك حالة نفسية عانا من أنها التنظيم في ظل انهيار كبير سجلنا تسجيل هروب بعض الحوائل لتنظيم داعش الارهابي وسلمه ونفسهم إلى القوات العراقية أو قوات البيشمرقة لذلك أنا أعتقد مقاومتهم ستكون ضعيفة للغاية فضلا عن وجود الدافع الشعبي وانتظار الأهالي والتعاون قبل الأهالي مع المواطنين كما حدث في معركة الضفة اليسرى بل الموصل وفي منطقة تلعفر لذلك أنا أعتقد المعركة لن تكون كبيرة طويلة ستكون نهايتها سريعة في ظل وجود معنويات عالية لمقاتلي الجيش العراقي وانهيار كامل التنظيم في ظل قتل قياداته وهروب قيادات أخرى طيب بالنظر إلى الاستراتيجيات التي تم اتباعها أيضا في المعارك السابقة خاصة معركة الموصل الجالب الأيمن والأيسر ما الذي يختلف في هذه المعركة في معركة الحويجة؟ أنا أعتقد معركة الموصل وخاصة في المعركة الضفة اليوم وكما توقعنا كانت من أصعب وأشرس المعارك باعتبارها تمثل يعني عاصمة الخلافة ما تسمى بعاصمة الخلافة وما تبقى منها الآن في الحويجة يعني أنا أعتقد لا توجد دافع معنوي لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي للبقاء والاستمرار بالقتال يعني النهاية محتومة في ظل تطويقها من كل اتجاهات لا يوجد لديهم عمق جغرافي لا يوجد لديهم قضايا دعم وبالتالي هم ينتظرون يعني ساعة نهايتهم خاصة وأن القوات العراقية أبلغتهم لكم خيارين أما القتل أو استسلام لا يوجد خيار للتفاوض ولا خيارات أخرى أمامهم نهاية داعش في العراق يعني متى يمكن القول بأنه انتهى كداعش المناطق ربما أيضا التي بقيت تحت احتلاله وأيضا معركة الحويجة هل ستقطع خطوط إمداد هل ستقطع من بعض المنافذ عن داعش الحويجة الآن تكون هناك كمنافذ باعتبارات أنه كل المناطق الموجدة 360 درجة تحيط الحويجة تم تحريرها بالكامل في السابق منطقة محصورة لكن أنا أعتقد معركة القائم قد تكون معركة فيها قوية على اعتبار من قيادات انتقلت من الموصري إلى القائم وجود طرق إمداد بالأراضي السورية باتجاه مدينة الرقة السورية لذلك نتوقع خلال الأسبوعين أو ثلاثة القادمة سيعلن تحرير العراق نهائيا والوصول إلى الحدود السورية نقطة أخيرة هي موضوع المدنيين نعلم بأن داعش يلجأ إلى الأسليب الإرهابية دائما في المعارك وتخبطاته الأخيرة وينتقى من المدنيين هل لديكم معلومات الخطة التي وضعت لمساعدة مدني الحويجة؟ نعم يعني جماعة الحرب النفسية اشتغلوا بشغل كبير ومهم جدا كان هناك عمليات نداءات إلى الأهالي بلاغات إلى تنظيم الداعش ملايين المنشورات أطلقت على المدينة الآن المواطنين يعرفون أين هي المناطق الإنقاذ بالنسبة لهم أو الممرات الآمنة لكن أنا أعتقد التنظيم مصاب بحالة من الإحباط لن يلتج إلى التمسك بالأهالي كما حدث في معركة الضفة اليمنى أو اليسرى ستكون له عملية انهيار سريعة في هذا الأمر وهناك معلومات حتى عن طلب الاستسلام شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الخبير أيضا الأمني والاستراتيجي شكرا لك كنت معنا عبر القمص طناعية من بغداد